وفي محافظة الجيزة شهد معرض أهل رمضان بشرع فيصل إقبالا كثيفا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع بأسعار مخفضة وضم المعرض منتجات من سلع أساسية وتموينية ورمضانية ومنتجات الألبان واللحوم والفاكهة بعروض تنافس مثلتها بالأسواق الخارجية من المنتج لمنفذ البيع بمتوسط تخفضات 30% ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاربة الغلاء هكذا جاء معرض أهل رمضان بشارع فيصل بلجيزة على مساحة ألفي متر بمائة باكية بيعية ولمدة ثلاثة أشهر من أجل توفير السلع الاستراتيجية والاستهلاكية والرمضانية للمواطنين حيث يعد هذا المعرض نموزجا ضمن سلسلة من المعارض التي تقيمها الدولة قبل الشهر المعظم أسعار كلها في نسبة قصف من 20% لغاية 50% كارتونة أمان دي عليها 50% قصف اللحنبة زي ما ساعتك شايفة 162 جنيه للاحمة البلدي السوداني 135 الرز السكر كل ما تتخيالي مغوط وبالنسبة للمواطن المتاحة كميات اللي هو بيأخدها عايز كيلو 2-5-10 بيأخد 60 عارضا ما بين شركات وتجار يوفرون منتجات من سلع أساسية وتموينية من الأرز والسكر والزيت إضافة إلى السلع الرمضانية والعطارة ومنتجات الألبانة وكذا الخضر والفاكهة جميع المنتجات بحاول أجيبها بأسعار كويسة عشان أوفرها أحسن من بره وكذا ولو على قد ما أقدر بحاول حتى لو أنا أماكني بره أحاول أبقاها هنا بالسعر اللي بجيبه به حتى لو من غير مكسر بعرض هنا بأسعار مش موجودة بره أصلا نحن نوفر منتجات أسوان كلها المنتج بتاع أسوان البلح الكركديق التمر هندي البهارات الأسوانية نوفرها بأسعار مناسبة جدا جدا توصل التقويدات لـ 40% عندك الموز بره بـ 15 و17 عندنا بـ 12 الكوي بـ 50 بره هنا بـ 30 البرطان بـ 6 جنيه فراولة بـ 13 جنيه طفاع 25 بره بـ 50 جنيه في كل حاجة من طفارها تبعا المعرض يوفر أيضا اللحوم السوداني والبلدي بأسعار تبدأ من 135 جنيها إضافة إلى طرح اللحوم البرازيلية والدواجن المجمدة بعروض تنافس مثيلتها بالأسواق الخارجية بنبيع لحمة بلدي مدعمة من الوزارة بأسعار تناسب المواطنين اللحمة بلدي ما عندناش حاجة مستوردة ما عندناش حاجة مجمدة الحمد لله هنا بنقدر في المعرض أسماك أسوان أسماك ديت بولتي من نيل بلدي فاحنا منقلها من أسوان يوميا للقاهرة فريش من أعضاها المواطنين احنا هنا شركة بتقدمها بسعر تكلفة ما فيش أي تكلفة عليها خالص حاجة بس هو كل الموجود بيكون تكلفة الموظفين لكن ما فيش أي أهم شرف حالص متواجدين لغاية رمضان بنفس التكلفة بنفس الأسعار فيشهد المعرض إقبالا كثيفا من المواطنين لشراء مستلزماتهم الغذائية والتمتع بتلك النسب من التخفيضات الأسعار أقل من بره بكتير يعني بشوية بس يعني جزاز الزيت هنا أقل من بره مثلا بخمس ستة جنيه الرز هنا أقل من بره برضه والسكر هنا بأربعة عشر ونص في حاجات كويسة جدا زي زي اللحوم متدولة وكويسة هنا يجد المواطن كل ما يحتاجه في مكان واحد فسلاسل معارض أهلا رمضان تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس ضمن الاستراتيجية التي تنفذها الدولة لإقامة هذه المعارض بكافة محافظات الجمهورية من أجل محاربة الغلاء وتوفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافس مثيلتها بالأسواق وتناسب المواطنين سالي سالم التلفزيون المصري